بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والتي خصصتها للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهي الحلقة الثامنة والأربعون وهذا في هذا اليوم سأتحدث عن أمر مهم وهو بدايات تكوين حزب الوفد المصري عقب الحرب العالمية الأولى ومن ثم أتحدث عن ثورة عام 1919 إن شاء الله تعالى وهي ثورة مهمة لها ذيول كثيرة وكبيرة في الحقيقة القضية باختصار شديد يعني فيها تفصيلات وفيها كلام قد يخرج عن حد هذه الحلقات كلام طويل وطويل جدا لكن لا بد من إيجاد أرضية للحديث عن هذه القضية وسأعمد إلى الاختصار والإيجاز حتى لا يتشتت السامع وفي الوقت نفسي حتى لا نطيل في الحلقات إطالة ليس لها داعي إن شاء الله تعالى الذي حصل يا إخوة هو قبل الحرب قبل الحرب العالمية الأولى كان وضع في مصر معلوما وتحدث عنه طويلا الحزب الوطني موجود برئاسة مصطفى كامل بعد موته برئاسة محمد فريت نفي محمد فريت نفي خارج مصر منفى اختياري خرج هو باختياري وعد نفيا لأن أمامه إما الخروج أو السجن فما عاد الحزب الوطني له رجال كبار يمسكون به ويوجهونه فانقسم الحزب على نفسه وبعضهم خرج من الحزب الوطني وبعض الرموز بقيت في الحزب الوطني لكن حتى الرموز التي بقيت كانت غير متزنة في تفكيرها واتجاهها الحزب الوطني مشهور عنه جدا أنه كان موافقا ومؤيدا للاتصال بقاء الصلة بالدولة العثمانية كان قائما على دعائم من الإسلام لكن الأسف الشديد في أواخر عهده كان اسما بغير مسمى ومن السقطات الكبيرة توقع فيها الحزب الوطني أنهم عملوا حفلة للفرنسيين في القاهرة الذين كانوا متوجهين إلى سوريا عقب سقوط يبايد الفرنسيين ومجدوا فرنسيين هناك تمجيدا كبيرا جدا هم يعلمون أنهم هم السبب في إسقاط الحكم العربي كما كسمى أنا ذاك في بلاد الشام وأنهم أصلوا إخوانهم السوريين النار وسوء العذاب ومع ذلك احتفلوا بهم في القاهرة يعني وصل الحزب الوطني إلى هذه الدرجة من الضعف والهوان ولم يعد يستطيع في الحقيقة أن يقف شامخا في الساحة المصرية كما كان من قبل وفي المنفى زعاء ماء مصر في المنفى أيضا لم يستطيع التفاهم الخداوي عباس بينه وبين محمد فريد ما صنع الحداد كما تعلمون في مصر ويعني بينهما سوء تفاهم كبير جدا فلما خرج إلى الخارجي معا ولم يستطيع العودة إلى مصر أيضا لم يكن بينهما تفاهم في مصر آنذاك لم يكن بينهما تفاهم وكان يتبادلن اتهامات في المنفى فالوضع المصري كان وضعا صعبا للغاية قبل الحرب العالمية وفي أثناء الحرب العالمية والأولى ولم تكن هناك شخصية مصرية قوية صالحة لتوجيه دفة الأمور إلى ما ينبغي أن توجه إليه وظهر في الأفق أشخاص أيضا لم يكنوا في ظني وفي تحقيق الشخص حتى لا يعترض أحد بعد ذلك ويقول كيف هذا إنما هو رأي أميل إليه من خلال النظر التاريخي في تلك الحقبة لم يكن هناك أشخاص يستندون إلى الإسلام وإلى قاعدة إسلامية سليمة صحيحة وهذا قراءة تاريخ رموز تلك المدة وتاريخ رجال تلك المدة وعلى رأسهم سعد زغلول الذي سيكون له أثر كبير في مصر بعد ذلك على سبيل المثال سعد زغلول كان هو صهرا لمصف فهمي باشا تزوج بنت مصف فهمي باشا ومصف فهمي باشا قلت لكم قبل ذلك أنه كان الوزير المنشود لبريطانيا على حد تعبير لورد كرومر يعني لم يجدوا شخصا أفضل منه في الانصياع لأوامر بريطانيا وعدم الاعتراض عليها كان في الحقيقة رجل الإنجليز في مصر ووصل إلى أن يؤلف الوزارة ليكون رئيسا لوزراء في مصر أكثر من مرة أكثر من مرة وصار بينه وبين الخداوي عباس حلمي الثاني سوء تفاهم كبير وكبير جدا عزل بعد ذلك الخداوي عباس عزل مصطفى فهمي باشا من رئاس الوزراء ثم لما اتجه الخداوي الإنجليز أعاد تعيين مصطفى فهمي باشا رئيسا للوزراء سعد زغلول كان في بداياته مع الإنجليز في توجهه العام يعني لذلك عينه الإنجليز في الوزارة في الوزارة مصطفى فهمي باشا ليكون وزيرا للمعارف في مصر ومن المستحيل أن يعين سعد زغلول في هذا المكان لو شم منه الإنجليز راحت الاعتراض عليهم وعلى قراراتهم وعلى توجههم العام في مصر وسعد زغلول في بداياته كان إنجليزيا لكن استضم باللورد كيتشنر بعد ذلك لورد كيتشنر الجنرال كيتشنر الذي كان صاحب الحملة على السودان وقصته ذكرته عليكم قبل ذلك رجل فض غليظ صعب المزاج سار لورد كيتشنر بعد ذلك وسار المعتمد البريطاني في مصر بعد ذلك بعد وفاة إلدون غورست وهو الذي أهان خديوي عباس وفكر خديوي عباس باستقاله بسبب كيتشنر أيضا استضم كيتشنر بسعد زغلول رجل صدامي عسكري استضم أيضا بسعد زغلول أو سعد باشا زغلول أنا ذاك استضم به فمنذ ذلك الوقت قرر سعد أن يواجه الإنجليز وأن يكون ضدهم سعد كان وكيل جمعية الشرعية المنتخب وكيل جمعية الشرعية المنتخب كان جمعية تشريعية أنشأها لورد كيتشنر في مصر ذرا للرماد في العيون لتكون ردا على المطالب المستمرة الدائمة الدستور المجلس النيابي الدستور مجلس النيابي أنشأ لهم جمعية تشريعية ولم يتكن لها قيمة المجلس النيابي بالطبع لكن كانت كما قلت لكم ذرا للرمادي في العيون الوكيل الجمعية الشرعية المنتخب كان سعد زغلول ووكيل الجمعية الشرعية المعين كان عدل يكن هذا مهم الاسماني هذان مهمان لأنهما سيؤثراني كثيرا على سياسة مصرية بعد ذلك كان هناك وكيل منتخب ووكيل معين الوكيل معين عدل يكن والوكيل المنتخب سعد باشا زغلول وكان أحمد مظلوم باشا هو رئيس جمعية الشرعية فكان دائما يختلفان سعد زغلول وعدل يكن من إذا سافر أحمد مظلوم من يتولى رئاسة الجمعية التشريعية كان دائما هذا الخلاف قائما بينهما إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى وانتهت بإعلان اتفاق هدنة بين إنجلترا وألمانيا لما انتهت هذه المدة استغل المصريون الحادثة قام بعض أعضاء الجمعية التشريعية بطلب مقابلة السير وينجيت آنذاك كان السير وينجيت هذا هو المعتمد البريطاني في مصر بعد هنري مكمهون واتكلمت عن هنري مكمهون في حلقة سابقة السير وينجيت قال من أنتم؟ كان هم سعد زغلول وعبد عيز فهمي وعلي شعراوي علي شعراوي زوج هدى شعراوي هدى محمد سلطان التي كانت بنت محمد سلطان الذي كان عرابيا في البداية ثم انسحب العرابين وصارة إنجليزية التوجه والهوى بنت هدى سميت باسم زوجها علي شعراوي على طريقة الغربيين وهذا في الإسلام لا يجوز لكن يعني يقول لكم القوم بعيدون في الجملة عن الإسلام ما كان الإسلام هو المسيطر عليهم والموجه لهم ما أبدا فعلي شعراوي باشا وعبد عيز فهمي بيك وسعد باشا زغلول كان اتفقوا على أن يكونوا هم أعضاء من الجمعية التشريعية برئاسة سعد أن يتجهوا إلى وينجيت ليطلبوا استقلال مصر وينجيت رد عليه من أنتم قالوا نحن وفدا من الجمعية التشريعية هنا بدايات تكوين حزب الوفد المصري إذن الوفد هذا حزب الوفد سمي وفدا لأنه هو الوفد الذي اتجه إلى المعتمد البريطاني في مصر السير وينجيت ليقابلوه ويطلب منه استقلال مصر ويطلب منه سفر إلى باريس من أجل حضور مؤتمر الصلح المنعقد في باريس وعرض القضية المصرية أمام الناس هناك السير وينجيت قال له من أنتم أنتم لا تمثلون الأمة قالوا نحن نواب الأمة قالوا نحن نواب الأمة أنتم لا تمثلون الأمة فذهب سعد باشا زغلول وعمل مثل السك وكتب فيه أنه هو وأعضاء الوفد نواب عن الأمة ووقعوه من عدد هائل من المصريين كان لتعاطف حسين رشدي باشا رئيس النظار أو رئيس الوزراء في مصر آنذاك أثر كبير في تسهيل مهمة التوقيع في أن يوعز إلى المديرين وإلى العماد والمشايخ الحارات وإلى هؤلاء المتحكمين في مفاصل الشعب المصري آنذاك بأن يسمحوا بالتوقيع وفعلا وقع هذا السك من فئات عظيمة من الشعب المصري وعرض على وينجيت بعد ذلك هنا نقف قليلا تفصيلات كبيرة وكبيرة جدا كان حسين كامل كان قد توفي الذي أعلن سلطانا على مصر وجاء سلطان جديد هو أحمد فؤاد أحمد فؤاد كان في أوروبا أثناء تكوين أثناء وفاة الخديو توفيق فطلب من عباس حلمي الذي كان في أوروبا معه وعاد ليكون خديوي لمصر طلب أن يعود إلى مصر وعاد فعلا سمح له عباس حلمي بالعودة إلى مصر وعين مديرا لأول جامعة مصرية الأمير أحمد فؤاد هذا سار سلطانا على مصر بعد وفاة حسين كامل ثم سار ملكا على مصر بعد ذلك سمي ملكا في بداية كان سلطانا ثم سمي ملكا وخلفه الملك فاروق خلفه الملك فاروق الذي هو آخر ملوك أسرة محمد علي وبنهايته انتهى حكم أسرة محمد علي في مصر وكانت كان قد استمر مائة وخمسين عاما قرن نصف القرن مدة طويلة جدا الملك أحمد فؤاد أيضا سمح لحسين رشدي باشا سرا بتسهيل مهمة هذا الوفد في البدايات ما كان هناك صدام بعد بين الوفد وبين الملك فؤاد مما سيكون له أثر كبير بعد ذلك في تعطيل مجرى الحياة السياسية في مصر وسأتحدث معكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى مكملا لتلك الحوادث ابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل إخوة والأخوات وقفنا معكم أن هناك وفدا من الجمعية التشريعية برئاسة سعد باشن زغلول وعضوية علي شعراوي وعبديز فهمي هذا الوفد اتجه إلى السير وينغت بعد انتهاء الحرب وطلب منه أن يذهب إلى باريس ليشارك في مؤتمر الصلح في باريس هناك من أجل عرض قضية المصرية وطلب الاستقلال رفض وينغت في البداية من أنتم فذهبوا وأتوا بقبول كبير من فئات الشعب المصري لأن يتولوا هم عرض القضية فصاروا نوابا عن الأمة كما كان يسمون آنذاك وهي ليست أمة مصرية هو الشعب المصري الأمة هي الأمة الإسلامية انتبهوا الأمة مكونة من شعوب فكلمة الأمة المصرية كلمة خاطئة إنما الصحيح هو الشعب المصري نواب عن الشعب المصري لكن انتشرت هذه الكلمة نواب عن الأمة ما أريد أدخل في هذه الصلاحات الآن الذي حصل أن السيروينغت كان يميل فعلا إلى أن يسافر الوفد لأنه كان يظن أن وضع العراقيل أمام الوفد سيؤدي إلى مشكلات في مصر في الداخل لكن بريطانيا أصمت أذنها عن كل ذلك ورفضت أن يخرج الوفد من مصر وإذا كان لديكم مطالب فاعرضوها على المندوب السامي الذي يمثل الحماية البريطانية على مصر وممنوع الخروج من مصر حتى أن رئيس وزراء حسين رشد باشا طلب السفر إلى إنجلترا أيضا رفض طلبه فما كان كما قلت لكم الحكومة المصرية ما كانت تحظى بالاستقلال طبعا وما كانت تحظى بحرية التحرك حكومة محكومة ببريطانيا قلبا وقالبا وذكر وينجت بصراحة أنكم لم توافقوا على سفر الوفد سواء إلى فرنسا أو بريطانيا ستواجهون مصاعب في المستقبل القريب مع المصريين لكن كانت إنجلترا عندها كبر كبير خرجت من الحرب بنشوة هائلة وأنها انتصرت وزادت مكانتها في العالم وأيضا رسخت أقدامها في مصر أكثر فأكثر وانتهت السيادة العثمانية على مصر فما عادت يهمهم مثل هذه القضايا الصغيرة وظنوها أنها قضايا صغيرة وأن الرفض سيؤدي بالمصريين إلى اليأس والسكون والهمود في يوم 20 نوفمبر سنة 1918 طلب سعد زغلول رئيس الوفد جوازات له ولأعضاء الوفد من زملائه طلب من قيادات الجيش الإنجليزي أن يسمحوا له بالسفر وإصدار الجوازات ما طلت السلطات البريطانية ونتيجة إلحاحه في هذا الطلب صارحوه بأن هذا الطلب الآن ما يمكن أن يكون هناك صعوبات تحول دون تحقيقه كتب رسميا أنا بعد ذلك سعد إلى سير وينجيت يطلب منه هذا الطلب ردت بريطانيا أيضا بالرفض هنا بريطانيا لماذا كانت ترفض بريطانيا تريد أولا أن تستصدر تستصدر نصا من الحلفاء تستصدر قبولا من الحلفاء بحمايتها مصر أي بفرض الحماية على مصر حتى تتمكن من السيطرة التامة على مصر ثم بعد ذلك من أراد أن يذهب ويقابل أي من شاء فليذهب بعد نص الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر ولذلك كان تماطل وتمنع في البدايات انتبهوا هذه النقطة ثم لما صدر نص الحماية الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر من قبل الحلفاء حتى من قبل أمريكا سمح الوفد بالسفر لأنهم لن يجدوا أذن صاغية بعد نص الاعتراف وسعد لما سافر سافر بعد ذلك فعلا لم يستقبل في أي بلد من البلاد استقبالا رسميا لم يستقبل على أنه ممثل عن الأمة أو استقبال رسميا أو كذا كان على أنه وفد شعبي وانتهى الأمر بريطانيون ماكرون وعجيبون تصرف واختراع الأفكار والحية التي تحول دون وصول من يظنون أن معداءهم إلى مبتغاهم في مصر طبعا مع زيادة الطلب والإلحاح في الطلب اضطرت السلطات البريطانية لإلقاء القبض على سعد زغلول ورفاقه ونفيهم إلى مالطة كان هذا خطأ الجسيم الذي وقعت فيه بريطانيا بسبب كبرها وطغيانها وجبروتها واستكبارها وهذا هو الذي حرك الشعب بعد ذلك للقيام بالثورة ثورة عام 1919 ثورة مشهورة وكبيرة جدا ولها تاريخ مصري كبير ولها أثر كبير آنذاك لأن الشعب المصري آنذاك كانت هذه الثورة هي خلاصة الثورات السابقة والمظاهرات الكثيرة التي قامت في العشر سنوات السابقة على الثورة وكانت هي خلاصة التجارب وأثبتت أن الشعب المصري حي ولم يمت كما زعم البريطانيون لأنهم ادعوا أن الشعب المصري شعب يأس وقنط واتجه إلى الاستسلام والسكون والخضوع لبريطانيا فأثبتت الثورة عكس ذلك تماما وقامت أحداث الثورة بعد ذلك سأتي عليها إن شاء الله تعالى واشتركت فيها جميع قطاعات الشعب للأسف الشديد آنذاك استطعت بريطانيا في 19 إبريل في خضم الثورة أن تحصل على اعتراف من الرئيس الأمريكي ويلسون بالحماية البريطانية على مصر ليش أقول للأسف وهو أمر متوقع طبعا أن أمريكا حريفة لبريطانيا والكفار بعضهم أولياء وبعض لكن لأن ويلسون كان قد أعلن عاقب الحرب العالمية الأولى وكان دكتورا المبادئ الأربع عشر المشهورة مبادئ ويلسون بالاعتراف ومنها الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير وهذا الذي أغرى الفرنسيين في الجزائر أيضا وذكرته في حلقات الحملة الفرنسية على الجزائر أغراهم بالذهاب إلى مؤتمر صلح في باريس وقابل بعض الجزائريين على رأس مصال الحاج قابل ويلسون ووعدهم خيرا لكن هؤلاء لا يوفون بشيء أنا قد لكم لا يوفون بشيء تعارض الأمر مع المصالح العامة للهيمنة الإمبريالية الغربية فلتسقط كل الشعارات لأن شعارات مبادئ الأربع عشر الويلسون كان لها أثر ضخم آنذاك وتصريحات كبيرة وضخمة في العالم والشعوب المستضعفة المقهورة لجأت إلى هذه التصريحات من أجل أن تستصدر حريتها وأن تأخذ استقلالها لكن في خضم ذلك كله صدر الاعتراف الأمريكي بالحماية البريطانية على مصر وكانت صدمة وأي صدمة تنهية واهتمت طبعا الحكومة البريطانية بنشر هذا الاعتراف وعلنته في دار المندوب السام البريطاني بحضور الصحف طبعا ووسائل الإعلام المحدودة آنذاك وصدم الشعب المصري بهذا وأرادت بريطانيا تسكين الشعب المصري بإعلان هذا الاعتراف الذي كان في قمة ثورته لكن الأمور جرت على عكس ما تريد بريطانيا فزادت الثورة اشتعالا كما سيأتي إن شاء الله وتعالى في تلك الأثناء عين إلمبي مندوبا ساميا بريطانيا في مصر ووصل في نوفمبر 1918 في صورة هائلة هيمنة ضخمة وعرض له حفل استقبال وهي له حفل استقبال ضخم جدا ولابد أن يعرف الأخوات من هو إلمبي إلمبي هو قائد القوات البريطانية التي غزت فلسطين واستطاعت أن تسيطر على الفلسطين والعراق وهو صاحب القولة المشهورة التي أعلنها في بيت المقدس هذه القولة بحضور وجهاء فلسطين وضباط الكبار البريطانيين قال بعدم خجل من كل هذه الشخصيات التي حضرت الآن انتهت الحروب الصليبية الله أكبر ما نسوا خروجهم من منطقة العربية منطقة الشام وبيت المقدس ما نسوا خروجهم أن صلاح الدين أخرجهم وما نسوا أن المماليك أخرجهم من عكة وطهر الساحل الشامي منهم قبل كم؟ قبل حوالي ستمائة سنة أو ستمائة وخمسين سنة من تصريح الإلمبي الآن انتهت الحروب الصليبية أخرجوا من الشام فحوالي ستة قرون ونصف لم ينسوا هذا الأمر ونساهما العرب المغفلون المساكين الذين ظنوا أن بريطانيا والشعوب الغربية متعاطفة معهم وأن القضية قضية علمانية وأن ليس قضايا الدين دخل في هذه المسائل لأن بدايات ظهور علمانية في مصر آنذاك بقوة انتشرت على يد حزب الوفد الذي ورث الحزب الوطني قلبا وقالبا وسعد زغلو الذي ورث جهود الحزب الوطني على نور العلمانية الظاهرة الواضحة وكل جلاء في مصر آنذاك بينما كان عدونا يفخر بأنه الآن انتهت حروب الصليبية كما حصل مع جنرال غورو جنرال غورو هذا أو غورو كان جنرال فرنسيا متكبرا أيضا وهو صاحب المعركة المشهورة ميسلون لما دخل دمشق أين ذهب يا إخوة؟ ذهب مباشرة إلى قبل صلاح الدين اسمعوا يا إخوة والأخوات ذهب مباشرة إلى قبل صلاح الدين رفسه برجله بدناءة عجيبة وقال الآن ها قد عدنا يا صلاح الدين ها قد عدنا يا صلاح الدين يرفس القبر برجله ويعرف أن صلاح الدين ميت ولا يمكن أن يرد عليه لكن مع ذلك انظروا إلى هذه الدناءة وانظروا إلى التصور الصليبي للمعارك مع أن فرنسا كانت قد أعلنت قطع صيلتها بالدين منذ الحرب منذ الثورة فرنسية الكبرى 1789 وبالقانون اللالكائي الفرنسي في 1905 لكنما دخلوا في 1920 يرفس القبر برجله ويقول ها قد عدنا يا صلاح الدين فما نسوا الصليبية في دمهم كما أعلن بوش في حربها العراق أعلنها أن حرب صليبية ثم أتذروا وقالوا زلة لسان وكذا وقبلها المغفلون لكنها قضية أساسية وحقيقية في حياة الشعوب الإسلامية وفي معركتها الدائمة مع الباطل وهي راية صليبية شاء ذلك من شاء وأبى ذلك من أبى فلما جاء إليمبي كان له إجراءات صعبة في مصر وهو رجل عسكري فظ غليظ أيضا أراد أن يفرض بالقوة إسكات الثورة في مصر هنا طبعا حصل تطورات كبيرة وأرادت بريطانيا أن توقف الثورة بأي طريقة وأعلنوا أن بدايات التصريح الأول لبريطانيا بأنها ستعطي مصر نوعا من الاستقلال عقب هذا التصريح لكن كان كل ذلك خداع كان كل ذلك خداعا للمصريين وتطويلا لمدة الاحتلال وتهديئة لعواطف المصريين سيأتي تفصيل لذلك كله إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة التي سأخصصها للحديث عن ثورة 1919 وسأذكر أن هذه الثورة وإن كانت تخذت المظهر العلماني لأن حزب الوفد يقودها وكان علمانيا لكن كانت ثورة شعبية الإسلام موجه لها إلى حد كبير سأذكر هذا إن شاء الله تعالى وبرهن عليه حلقة القادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا